ساعة ما كهرباء بدأ ان هو يلعب مع النادي الاهلي والله زي ما بقولك كده انت بتلاقيش غير كل الناس بتتكلم عن كهرباء من اول طبعا ما نازل في مطش سموحة وعمل الاسستين وجاب الجون وبعدها على طول كمان جاب جون في مطش نادي الزمالك وعمل اداء كبير كل الكلام بطريقة سلبية الكهرباء مش هيفضل ماشي على الاداء ده الصور الكرف بتاع اللاعب بيبقى ماشي كده وبعدين لازم ينزل فبعد 3 ا 4 مطشات مستوى كهرباء هينزل ليه؟ ليه هينزل؟ ليه ما يعلاش؟ ليه ما تقولش ان هو جاي بقاله فترة ما بيلعبش؟ وبدأ بالمستوى ده وان كمان مع حساسية المطشات الجاية لكهرباء ان الرتمه هيعلى في الاداء ليه بتتكلم بالصورة العكسية؟ ترجمة نانسي قنقر